اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خصوصا معركتي الموصل وما يجري ترتيبه بخصوص شرق حلب سواء على المستوى الميداني او على المستوى السياسي تطل الانتخابات الرئاسية في لبنان بصفتها حدثا يفرض نفسه على الساحة السياسية ليس اللبنانية فقط بل الاقليمية ايضا ليس لاهمية الرئاسة بذاتها ونحن قد تعيشنا مع سنتين ونصف من الفراغ الرئاسي وما قبلها مع ست سنوات من شبه رئاسة بوجود العماد سليمان في رئاسة الجمهورية بل لان الرئاسة اللبنانية هذه المرة تأتي ارتباطا بحصيلة معركة اقليمية كبرى كان طرفاها من جهة محور المقاومة الذي يشكل حزب الله قيمته المضافة ومن جهة اخرى السعودية التي يمثل الرئيس سعد الحريري استطالة سياسية ومالية وامنية لحضورها في لبنان وبالتالي كان على طرفي الاشتباك في المعادلة الرئاسية اللبنانية خياران اقليميان كبيران ليس موقع حزب الله في المعادلة الاقليمية ضمن محور المقاومة موقعا تفصيليا وليس النفوذ السعودي في لبنان واحدا من الاستثمارات في شركات شرق آسيا بل هو ربما يكون النفوذ الوحيد المتبقي مع تلاشي النفوذ السعودي في سوريا ومع الضربات المتلاحقة للحضور السعودي في ساحة اليمن ومع الانهيار لأي شكل من أشكال الحضور السعودي في مستقبل العراق وبالتالي ما الذي يمكن أن يقرأ من وراء المعركة الرئاسية اللبنانية ما هو خلط الأوراق الذي يحدث الآن على الساحة السياسية المتصلة بهذه الرئاسة خصوصا الموقف المحوري الذي يمثله دور رئيس مجلس النواب نبيه بردي الحليف الأوثق والأقرب لحزب الله وبالمقابل الطرف الأكثر تشددا في مواجهة التقدم الذي حققه العماد ميشيل عون باتجاه الاقتراب من قصر بعبده هذا موضوع سيكون هو محور حلقة اليوم لكن بعد أن نتوقف وبصورة منهجية أمام التطورين الخاصين بالموصل وبحلب لندخل إلى الرئاسة اللبنانية من وحي قراءة هذا المشهد الدولي والإقليمي وموقعها فيه معركة الموصل قبل أن ندخل بتفاصيلها في الحقيقة هناك ثلاثة إشارات مهمة يجب أن نضعها في حسابنا في مقاربة معركة الموصل الإشارة الأولى هي أنه لا يجوز أن يتوهمنا أحد كما سبق وتناولنا في حلقات سابقة أن انتصار الجيش العراقي مدعوما من التحالف الذي تقوده واشنطن في معركة الموصل على وحدات داعش يعني نهاية داعش في العراق البعض ورسم في ذاكرته رسم في مخيلته مشهدا لسيطرة داعش قوامه أن داعش موجود في منطقة الأنبار وقد جرى إخراجه منها بمعركة الرمادي وأن داعش موجود في محافظة صلاح الدين وقد جرى إخراجه منها في معركة تكريت وأن بقي الآن محافظة نينوى وينتهي وجود داعش بخروجه من الموصل في الواقع هذه ثلاثة أوهام في الأنبار الرمادي صحيح أنها عاصمة الأنبار لكن الرمادي هي مدينة على ضفاف الفرات وما بعد نهر الفرات في العمق العراقي مساحة من الأنبار تعادل أكثر من نصفها لا زال داعش يحتلها وتكريت هي عاصمة صلاح الدين لكن ثلثي صلاح الدين لأن تكريت على ضفاف دجلة فلا زال من محافظة صلاح الدين الثلثين داخل خط دجلة باتجاه الفرات يعني في منطقة ما بين النهرين والموصل على ضفاف دجلة لكن نينوى ثلاثة أرباعها يقع غرب دجلة ولا يزال بمستطاع داعش عندما يخسر معركة الموصل أن يكون موجودا فيها الخلاصة أن هناك مساحة تقارب السبعين ألف كيلومتر مربع تقع بين مثلث الحدود السورية العراقية نهر دجلة نهر الفرات ليست فيها المدن التي دارت حولها المعارك يعني لا فيها الرمادي ولا فيها حديثة ولا فيها تكريت ولا فيها الموصل هذه المنطقة يبقى فيها تلعفر وسنجار وما عداها مجموعة من البساتين مجموعة من أبار النفط مجموعة من الصحاري ينتشر داخلها داعش لما منقول ستين لسبعين ألف كيلومتر مربع يعني ست لسبع مرات مساحة لبنان وكذلك قلنا بالنسبة لسوريا عندما يجري الحديث عن استرداد الجيش السوري ومعه حلفائه لمدينة الرقة لمدينة الطبقة لمدينة دير الزور لمدينة البكمال هذا لا يعني أن داعش انتهى في سوريا لأنه يقع شرق الفرات حتى الحدود السورية العراقية والحدود السورية التركية مساحة عادل السبعين إلى ثمانين ألف كيلومتر مربع هي منطقة الجزيرة المتعرف عليها وهذه المنطقة أيضا باستثناء مدينة القامشلي ومدينة الحسكة لا توجد فيها حواضر سكانية ضخمة يعني مجموعة عدد سكان المنطقة الواقعة بين الحدود السورية التركية التي يمر دجلة من أطرافها والحدود وخط نهر الفرات وخط نهر دجلة يعني هؤلث ثلاث عناصر الحدود السورية التركية دجلة الفرات بيناتهم مساحة من سوريا والعراق تعادل 125 إلى 130 ألف كيلومتر مربع ستكون بيد داعش حتى عندما يجري الحديث عن تحرير المدن هذا بفسر في الحقيقة ليش الأمريكي مش قلق من تحرير الموصل بل يريد تحرير الموصل يعني كان السؤال كيف يمكن أن نتخيل أن الأمريكي الذي يريد أن يبقي لعبة داعش حية لأنه يريد استثمارها واستعمالها في المزيد من الاستنزاف بل في التفاوض من أجل الحصول على امتيازات أمنية وعسكرية في كل من العراق والسورية هذا معنى الغارة الأمريكية على الجيش السوري في دير الزور رسالة تتصل بما يريد الأمريكي الحصول عليه من امتيازات أمنية وعسكرية هذا معنى أن التركي يلعب خارج غرب الفرات وليس في المنطقة الواقعة بين النهرين ويلعب شرق دجلة يعني بعشيقة في محافظة الدهوك العراقية شرق دجلة وجرابلس والباب وغيرها تقع غرب الفرات وبالتالي هذه المنطقة لا تعني نهاية داعش فيها سقوط المدن بيد الجيشين السوري والعراقي بل تعني أن هذه المنطقة يصبح انتشار داعش فيها أكثر سهولة يصبح الوجود الأمريكي القادر على إدارة لعبة العلاقة مع داعش مرتاحا مديدة زمن قادر على الرهان على الاستثمار على مقايضة اسمها نوقع معركة الانتهاء من داعش مثل ما يعمل بأفغانستان وباكستان في منطقة وزيرستان اللي هي مشتركة اللي بتشبه منطقة ما بين النهرين أنه في وزيرستان أفغانستان وفي وزيرستان باكستان وفيهما انتشار للقاعدة وبتطلع الطيارات بدون طيار وبتضرب وبموجب هذه الاتفاقات التي حصل عليها الأمريكي مع باكستان ومع الحكومة الأفغانية اللي بتشبه بنسبة كبيرة وضع الحكومة العراقية في الحسابات الأمريكية أنه طيب نحن عم ندير سوى الحرب على الإرهاب لكن هو يحصل بموجب هذه المعركة هذا العنوان الذي يسمى الحرب على الإرهاب اتفاقيات مديدة عسكرية وبكرة بيستبدلها باتفاقيات نفطية وبأسم المنشآت النفطية وشركات النفط وأنا بيب النفط وحقول النفط كمان حق تحليق طائرات بدون طيار وحق حراسات وإلى آخره الدولة السورية رافضة جذريا لهذا لذلك واضح أنه الاتفاقات بينها وبين الأمريكان عم تتعثر لذلك كانت الغارة على دير الزور لذلك علق الأمريكي العمل بالتفاهم الروسي الأمريكي لذلك دارت المعارك حول شرق حلب وأقيمت الدنيا ولم تقعد تحت عنوان الأوضاع الإنسانية في شرق حلب وصورت حلب كأنها هي برلين في الحرب العالمية الثانية لأن الدولة السورية لم ترضخ للمطالب الأمريكية الذي حدث أن سوريا وإيران وروسيا وحلف المقامة يعرفون بأن ما تلوح به أمريكا هو حرب نفسية وأن أمريكا عندما أذارت ظهرها للتفاهم بدأت تهدد بأنها ستفعل كيت وكيت وسوف تلجأ إلى كذا وكذا وسوف تفكر بالخيارات البديلة ومنها قصف المطارات ومنها إسقاط صواريخ ومنها 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 ثم تلاشت هذه التهديدات وعاد الأمريكيون الصاغرين إلى جناف في لجنة خبراء روسية أمريكية وأضافوا إليها جماعتهم الذين يمولون ويشغلون الجماعات المسلحة في شرق حلب لأن المدحلة العسكرية قالت بأن الجيش السوري سوف يسحق جماعاتكم ما لم تسارعوا للوصول إلى تفاهمات إذن تثبت التجربة السورية أن رفع السقف الأمريكي في لعبة المقايضة للحصول على امتيازات ومكاسب عسكرية لا يجب أن يخيف القوى والحكومات السيادية التي تتمسك بقرارها المستقل هذه التجربة السورية تقول أن المزيد من الصمود أن المزيد من الثبات أن رفض الخضوع للابتزاز الأمريكي يمكن أن يجعل الأمريكي نفسه يتراجع وأن يحول كل عربداته وتهديداته وكلامه عن الخيارات البديلة إلى نوع من الكلام الفارغ لأنه عند الاستحقاق تبدو الحقيقة واضحة لو كان بيد الأمريكي القدرة على الذهاب إلى حرب لما فعل كل ما يفعله الآن لذهب منذ العام 2013 عندما جاءت أساطيله إلى مياه البحر المتوسط وكان الشعار مناسبا ولم يكن الروس قد أتوا ولم يكن السعود تورط في حرب اليمن والتركي قد ارتبك ولا التفاهم مع إيران قد وقع وبالتالي سطوع الحقيقة ووضوحها في عقل القيادة السورية هو الذي مكنها من امتلاك ثبات الإرادة والقدرة على تحمل التحدي وصولا إلى أن سوريا التي أدركت بأنها عالجت بجدية وبحسم هذه اللغة الابتزازية الأمريكية ونجحت انتقلت فورا إلى التعامل بذات لغة القوة والحزم والحزم مع ما بدأ أنه قوة خارقة لا يجوز الاشتباك معها هي هذا الاندفاع التركي تحت شعار أنه مغطى من روسيا وأنه طبع علاقته مع إيران وأنه ما بدنا نزعله للتركي هلأ فكان بعد الارتكابات التركية داخل الأراضي السورية والانتهاكات للسيادة الإنذار الأول ببيان صادر عن الخارجية السورية للطائرات التركية بعدم انتهاك الأجواء السورية ثم الترجمة التي صدرت قبل يومين على لسان القوات المسلحة والتي تقول أن كل طائرة تركية ستنتهك الأجواء السورية سوف يجري إسقاطها وليس التعامل معها بالدفاعات لين قال أنه وصولهم كم رشق من مضاد أرضي للطيران وبيطلع مصابة للطيارة لا شبكة الصواريخ الذكية الخاصة بالتعامل مع الطائرات الحديثة والمتطورة هي التي ستتعامل يعني شبكة الأس 300 ويعرف الأتراك وهذا دليل أن روسيا التي تسعى لأفضل علاقات مع تركيا ملتزمة مع سوريا بحماية سيادتها وقرارها المستقل وعندما يصبح الأمر للاختيار بين تغطية العربدة التركية وبين الوقوف مع الدولة السورية إذا أخذت قرارها بالوقوف لا روسيا تقف مع الدولة السورية الأمر وقف على قرار جهة المعنية هذا الدرس أنا أريده للعراق للأخوة في الحكومة العراقية أقول لا تهابوا التهديدات الأمريكية بأنهم سوف ينسحبون من تغطيتكم في الحرب إذا أنتم خطموها بطريقتكم يعني كان الحشد الشعبي في العراق يقول بأن معركة الموصل يجب أن تخاض من كل الاتجاهات وبالتالي كان يطلب الحشد الشعبي من الحكومة العراقية أن تسمح له الدخول على الضفة الغربية لدجلة مش كلهم نجي من شرق النهر وندخل إلى الموصل ونفتح ممر آمن لداعش لتذهب إلى تل عفر كانت خطة الحشد الشعبي هو أن يدخل إلى ربيعة وأن يدخل إلى منطقة تل عفر ويغلق الطرق على داعش في الموصل وهناك يتم سحق هذه القوة ما قبل هذا لأن الأمريكيين رفضوه ليش رفضوا الأمريكان؟ لأنهم يريدون لداعش أن يبقى كيانا حيا لو وقفت الحكومة العراقية مع مطلب الحشد الشعبي وطبعا بلشوا يحكوا أن هذا الدخول للحشد الشعبي من غرب دجلة يعني بين النهرين هو تلبية لمطلب إيراني لأن إيران تريد تأمين الحدود العراقية السورية بين يديها دخلكم هذا عيب على الحكومة العراقية يعني بشينها أن يقال بأنها تسعى لتأمين الحدود بينها وبين سوريا أن تكون تحت سيطرة سورية عراقية مش داعش قاعد فيها والأمريكان يتحكموا بمستقبلها من خلال الإمساكهم بالسيطرة على المعركة مع داعش بالعكس هذا يشرف أن يكون في حساب الحكومة العراقية منطقة الحدود تأمين الحدود تأمين ممر آمن بين البلدين وبهذا المعنى الحشد الشعبي كان موقفه صحيحا والحساب الاعتبار الكبير الذي وضعته الحكومة العراقية للزعل الأمريكي والغضب الأمريكي والحرد الأمريكي كان مبالغة ولو جربت الحكومة العراقية وقالت للأمريكيين هذه خطتنا وسننفذها فإن شئتم شاركون وإن لم تشاءوا سنقوم بها وحدنا لردخ الأمريكيون وقبلوا وبالتالي لكانت كسبت الحكومة العراقية بدء تأمين المناطق المغفلة والمغلقة التي يسيطر عليها داعش في الأنبار وصلاح الدين ونينوى ما بين الحدود السورية العراقية ومجرى نهر دجلة ومجرى نهر الفرات كذلك مع الأتراك مصرل العراقيين لغتهم التصادمية مع الأتراك أعلى من اللغة السورية يعني خلال هذا الشهر نحن سمعنا عشر بيانات عراقية من العيار الثقيل في توصيف العبث التركي في العراق لكن لم نسمع كلاما واضحا كالذي قاله بيان القوات السورية المسلحة بأن كل طائرة تنتهك الأجواء سوف يجري إسقاطها ليش؟ لأن العراقيين أي الحكومة العراقية تقيم حساب أنه بعدنا عم نزبطها مع الأمريكان رفع الغطاء عن الأتراك برك الضغط عليهم بيجدي مع العلم أن روسيا قالت كلاما واضحا في مجلس الأمن وعبرت شوركين أمام منصة الأمم المتحدة بعد نهاية اجتماع مجلس الأمن لما سؤل هل ناقشتم الشكوى العراقية على الدور التركي قال إن الحركة التركية في العراق خارج إطار موافقة للحكومة أمر غير مقبول شو بتكون بعد أكثر من هيك؟ بالتالي مرة أخرى بمستطاع الحكومة العراقية أن تمارس مزيدا من الصلابة في مواجهة الابتزاز الأمريكي والعبث التركي هذا منسحبه على اليمن الذي جاءت المدمرات الأمريكية لتطلق صواريخ تدعي بأنها رد على محاولة استهداف وهي تريد فتح باب التفاوض مع القوى الوطنية في اليمن بعنوان أنه هي نهاية السعودية عم تتبهدل وهذا اللي خلى الهدن تفشل أن القوى الوطنية في اليمن تعيش الآن وضع شبيه بالذي عشته سوريا قبل شهر يعني بعد الهدن إجوا الأمريكان يمرروا رسالتهم حول السيطرة في المنطقة الشرقية أو في منطقة الجزيرة وأنه سوريا هون لازم تتأبل بأن قواعد اللعبة أمريكية ولما رفضت سوريا هذا نسحبوا من التفاهم الآن عم يعملوها مع اليمنيين هدنا ومثل ما بدكم وحكومة تليها وبشروطكم ومن ثم الذهاب إلى بحث النقاط العالقة داخل الحكومة لكن هل شوية مطالب بميناء الحديدة بعدا بقاعدة العناد بدنا شوية نقاط مراقبة وهذا لأنه هذه المياه الإقليمية وممر المدمرات والحاملات الأمريكية رفض اليمنيون هذا فرطت الهدنة تاني يوم رغم أن السعودية منهارة عسكريا ومنهارة ماليا بعتلوا عليها الأمريكان ما بدهم طالما لهم مصلحة بهذا الصمود اليمني سيعيد الأمريكيين مرة أخرى مش إلى الهدنة إلى ما هو أكثر من الهدنة كما تقول التجربة السورية شو عم تقول التجربة السورية أنه أمام ثبات الدولة السورية السياسي اللي رفضت غض العين إغماض عين عن ما تقوم به تركيا وإغماض العين التانية عما تطلبه أمريكا فتح العينتين وعلى وسعهم وقال للأمريكي لا وقال للتركي إياك شو كانت النتيجة أن قواته العسكرية تقدمت ووضعت المعادلة في حلبين تأتون إلى التشوية بشروطنا أو نكمل الحرب بشروطنا شو عملوا إجوا على لوزان داخلكم ما كانوا الأمريكان أيلين علقنا البحث السياسي طيب واخترعوا لوزان لوزان صيغة مش موجودة موجود إحدى صيغتين إما حوار روسي أمريكي بمفاوضات سمعنا عنها مرارا تعقد في جناف وإما مسار فيينا اللي بيضم 14 دولة منين اخترعوا صيغة التسعة اللي بلشت بالأول تركيا وقطر والسعودية وإيران ولوسيا وأمريكا يعني ستة أصرت إيران على إضافة العراق ومصر صاروا تماني أصر الأمريكيون على إضافة الأردن صاروا تسعة طيب هو التسعة منين ليش تسعة مش مرارا اخترعوا الأربعة عشر لأن الفرنسي والبريطاني لا لجومة له لأنه المطلوب اللي إله الموني على الجماعات المسلحة ولذلك انتهى لوزان من هون راحوا على لندن اجتمعوا جماعة أمريكا بلندن وتاني يوم بعتوا ضباطهم مش الأمريكان لحالهم جابوا ضباط سعوديين وضباط قطريين وضباط أتراك اللي بيحكوا مع الجماعات المسلحة اللي بيشغلوها واللي بيمولوها ليبدأوا عمليات الفرز بينها وبين النصرة ليحفظوا ما يمكن حفظه قبل أن يؤخذ الجميع في عمليات التدحرج في المواجهة العسكرية واللي بيراء بالمشهد العسكري بسوريا راح يشوف شي غريب عجيب راح يشوف مثلا أنه اللي طلعوا من المعظمين بيعملوا معركة سنتين واللي طلعوا من الهامة القدسية واللي عم يطلعوا من هون وعم يطلعوا من هون هاي الانهيار على طريقة أحجار الدومينو بيقول أن المعركة مثل كل الحروب هي معنويات أكثر ما هي عديد وعتاد وشرق حلب الآن وضع مشابه الجيش السوري يتقدم في كل الأماكن مش لأنه يملك ما لم يكن يملكه قبل سنتين من القدرة العسكرية لأن المسار الذي استطاعت سوريا أن ترسمه بثباتها وثبات حلفائها معها أوصل الرسالة التي تلقاها الأعداء بأنهم غير قادرين على المواجهة ولا أمل من تحقيق النصر ويأشهم من تحقيق النصر بدأت تصل إنعكاساته إلى الجماعات المسلحة التي بدأت تتلقى رسائل مضمونها ما فيه إمكانية نعمل شي ما طالع بيدنا نساوي شي وصلنا للحياة المسدود دبروا راسكن كيف تقدروا تعملوا وجمعوا نكري بهامش اجتماعات نيويورك في الأمم المتحدة والتسجيل المسرب واضح شو عم يحكي بأنه ما فيه خيار ومزيد من التصعيد سيقضى عليكم نهائيا ولذلك روحوا فتشوا عن طريقة لحل سياسي وقبلوا بصيغة حكومة بظل الرئيس الأسد ومن ثم بانتخابات ومنعطيكم ضمانات بركب تقدروا تاخدوا حظ أفضل بالانتخابات هذا المناخ السياسي هو الذي يصنع تاج المعركة لأن المقاتل الواثق من أن الهزيمة محسومة هذا ما بيقاتل والمقاتل الواثق من أنظر نصر محسوم هذا بيقاتل بعشر أضعاف قدرته وبالتالي عندما يتقابل هذان مهزوم نفسيا ومنتصر حتى أعلى درجات الشعور بالانتصار خلص النتيجة محسومة قبل أن يبدأ إطلاق النار ولذلك هذا المسار الذي ترسمه المواجهات في حلب متمم ومستقوي بالمسار الذي يتم في جناف فما أحد يحطه بوجه بعض أنه خلي الحسم شغال ما بدنا جناف أو خلي جناف شغال ما بدنا الحسم لا كلاهما يستقوي بالآخر لا يجري تفاوض مجدي في جناف لإخراج الجماعات المسلحة ما لم يكن الميدان قادرا أن يوصل رسالة إن فشلتم فإن الحسم في الميدان وما بيقدر الميدان يحسم إذا ما وصلت الرسائل السياسية التي تقول أيها المسلحون إن جماعاتكم التي تشغلكم تساوم على رؤوسكم وإنكم إما مقتولون وإما صفقة معروضة للبيع هذا الذي يمكن أن يحدث الانهيار أيضا ويؤدي إلى تسهيل عملية الحسم من خلال هذه المقدمة نحن رح نكون قدام مشهد إذن بيقول أنه الوضع الإقليمي ككل رغم كل التعرجات رغم كل التشابكات طبعا الأمريكي له مصلحة يهد شوي بحلب ويهد شوي باليمن ليصلت الأضواء على الموصل لحتى يقدر يواكب معركته الانتخابية الرئاسية لأنه بالموصل ما في شريك روسي وإيراني بالموصل بيقول نحن هو الجيش العراقي لكن بقيادة أمريكية فأكتر محل بيقدر يصرفه في الانتخابات الأمريكية كفعل أمريكي هو معركة الموصل أن يضيء عليها وخلال الخمسة عشر يوم الفاصلة عن الانتخابات الأمريكية هو ذو مصلحة بأن تبقى هي الحدث الأبرز وأن تبقى هي العنوان الذي تصلت عليه الأضواء ليتمكن من قطف ثمارها في النتائج الانتخابية رغم أنها باتت شبه محسومة لصالح المرشح الديمقراطية لكن إدارة بنهاية ولايتها الشيء الأساسي المطلوب منها أن تدعم مرشح الحزب الحاكم الآن والذي يطمح للبقاء في البيت الأبيض هذا طبيعي وبالتالي تكريسها الخمسة عشر يوم لهذه المهمة أيضا طبيعي لكن هذا يمنح الفرصة بأن تفرض الناس أجنداتها يعني بمعنى أنه إذا هو بده تهدئة في حلب خليه نفرض تهدئة منطقنا لأنه الاشتعال في حلب والاشتعال في اليمن بيشوش على الموصل بيزعجه عظيم يدفع حق الهدوء في حلب بإخراج المسلحين ويدفع حق الهدوء في اليمن بالضغط على السعودية لقبول المطالب والشروط وأنا أعتقد أن القيادة في سوريا وقيادة القوى الوطنية في اليمن مدركة لهذا وهذا اللي بيفسر ليش القيادة اليمنية رفضت المطالب الأمريكية حول امتيازات في الحديدة وفي عدن وفي باب المندب وليش القيادة السورية الآن رفعت السقوف سواء في مواجهة تركيا أو في الرفض المطلق للمطالب الأمريكية بالمساس بالسيادة السورية طبعا من هون رح نفوت على لبنان رح نقول أنه بكل هالمعركة هاي من سوريا للعراق لليمن في قيمة مضافة في هذا المحور هذه القيمة المضافة يشكلها حزب الله حزب الله الذي يقاتل في سوريا حزب الله الموجود في العراق حزب الله الداعم والمؤازر للحركة في اليمن والذي لا يخفى على الكثيرين دوره في مساندة وتطوير أداء وتحسين وتنظيم العمليات العسكرية للقوى الوطنية اليمنية اللي هو في عين العاصفة في عين الاستهداف الأمريكي في عين الاستهداف السعودي حزب الله الإقليمي هذا هو سند لحزب الله اللبناني طبعا نحن فرضية حزب الله الإقليمي هي نوع من يعني كلمة مجازية لكن الواقع هو ذات حزب الله بس عم نقول هذا الحزب الله اللبناني صار له صفة إقليمية فصار فينا نحكي عن حزب الله إقليمي هو لاعب في العراق لاعب في اليمن لاعب في سوريا طيب هذا وين بيصرف انتصاراته بطمأنة ظهر المقاومة في ساحة تواجدها ظهر المقاومة في ساحة تواجدها يعني الرئاسة اللبنانية وبالتالي المنطقي والطبيعي أن تكون معركة الرئاسة رئاسة الجمهورية بالنسبة لحزب الله هي التتويج الذي تنظر من خلاله لمعادلة قوتها في المنطقة هذا المنطقي بالمقابل السعودي اللي ما قادر يصرف شيء بسوريا وكل ما إله بيتراجع ولا قادر يسقط نظام ولا قادر يحط شروط ولا قادر يعمل معادلات والذي طرد شر طرد من العراق والذي لا يملك القدرة على التأثير في وجهة الأحداث في اليمن وهذا السعودي نفسه اللي ما بقيله كان إلا لبنان كان عم بيحاول أن يمارس عبر الرئاسة والتعطيل الرئاسي في لبنان أن يقول أنني عاجز عن فرد رئيس يكسر ظهر حزب الله لكنني لن أسمح بمجيء الرئيس الذي يوفر الراحة والاطمئنان لحزب الله ولذلك كان عنوان المعركي من اليوم الأول حزب الله يرشح العمادعون السعودية تضع الفيتو على العمادعون وكان محاولة الفريق المحسوب على السعودية دائما هي البحث عن مناورات تصوره أنه يحرص على ملء الفراغ الرئاسي أنه مستعد لأن يعني يبحث عن خيارات في منتصف الطريق من أجل مصلحة لبنان تحت هذا العنوان المنافق وأن المشكلة هي أن حزب الله يرفض كل شيء ويتمسك إما عون وإما الفراغ الرئاسي وتحمل حزب الله الكثير من التعبئة والضغط والتشويش والإساءة بتحميله مسؤولية الفراغ الرئاسي طبعا بالأول بلشنا المعركة إدامنا مرشح حزب الله اللي هو العمادعون وإدامنا مرشح الفريق السعودي اللي هو سمير جعجع يعني كل واحد حاطط سقوره في المعركة بمنتصف الطريق كان واضح أن ميزان القوى الإقليمي اختل لصالح محور المقاومة يعني عن بلش 2014 ب2015 صار التفاهم النووي صار التموضع الروسي في سوريا بدأ انقلاب المشهد في سوريا فورا بدأ الطموضع الجديد انه طيب بلش يبين انه المحور الذي ينتمي إليه سعد الحريري ويمثله في لبنان وهو المحور السعودي انه هذا المحور ما عاد قدر يصمد وهذا المحور بدي بحث عن مخارج فجرت محاولة باختراق صفوف حزب الله تحت عنوان القول انه نأتي بحليفكم الأقرب والأكثر ثقة الذي هو سليمان فرنجي مقابل تتخلون عن العمادعون ونتخلى عن جعجع يعني بصير فرنجي حليف حزب الله مرشح الحريري بصير إليه صفتين انه هو محسوب على الحريري بصفته قام بترشيحه ومحسوب على حزب الله بصفته حليفه التاريخي فبيكون هذا إلنا وإلكن ونحن بنسحب مرشحنا وانتوا بتسحبوا مرشحكم حزب الله يدرك طبيعة المعركة ويدرك حجم قرب فرنجي منه ويدرك أنه ربما في كثير من المسائل وبالعمق التاريخي هو أقرب من عون لكن عنوان المعركة مش هادة عنوان المعركة الانتصار الكامل مقابل الهزيمة الكاملة الإصرار على عون كان بنظر الكثيرين أنه نوع من الغرابة أنه حزب الله لوين رايح مصدق أنه الحريري ممكن يوصل للحظة ينكسر رأسه ويقبل بعون يا أخي مستحيل لو بتنزل الصمع على الأرض رح يظل يخترع لك بدائل في الواقع حتى النائب سليمان فرنجي الحليف الموثوق من المقاومة والحليف الموثوق من سوريا كان خطابه لما يحكي عن أنه حزب الله عم بضيع الفرصة مبني على معادلة أنه حزب الله عم بيقول لو صبرنا أكثر سيأتي الحريري ويقبل بعون وأنا بجزملكم ما حي يجي الحريري ويقبل بعون واقع الحال نحن الآن مش عم نحلل نحن عم نحكي واقع أن الحريري جاء وقبل أبيعون وبالتالي هذا يعني بالمعنى الإقليمي ما بدي نائش الله التفاصيل اللبنانية بالمعنى الإقليمي والدولي نحن أمام انتصار تاريخي للمقاومة يعادل انتصار حرب تموس ما حدا يهون الأمر ما حدا يضيع بالتفاصيل اللبنانية للأسف لأنها تفاصيل تطمس كل شيء وتخلط كل شيء والأبيض بصير أسود والأحمر بصير أصفر وبضيع الناس خاصة أن حجم الاشتباك في المسائل اللبنانية سواء بأداء العماد عون أو بأداء الرئيس بري أو بأداء النائب سليمان فرانجي بتفوت الإشياء ببعضها ما بتعود الناس عارفة من شيء من شيء حتى لدرجة أن البعض بصير يسألك يا عمي وصول عون للرئاسة شيء كويس والله عاطل ما عندنا عارفين أنا أريد أن أحسم في أذهان على الأقل من يثق بما أقول إن وصول الحريري إلى التسليم بالقبول بترشيح العماد عون إلى رئاسة الجمهورية هو انتصار تاريخي للمقاومة بحسم منصب الرئاسة ومعركة الرئاسة وفق دفتر شروط المقاومة هلأ من ناقش هذا شو بيترتب عليه وشو بيتش عنه باللعبة الداخلية وشو معانيه هذا مثل لما كنا نقول يوم قرار الرئيس بشار الأسد بالتمديد للعماد إيمين لحود في رئاسة الجمهورية اللبنانية إنه منيح التمديد والله مش منيح ما يعنينا أن تصويت البرلمان اللبناني يومها على قرار التمديد للعماد إيمين لحود كان انتصارا تاريخيا للرئيس الأسد استجابة لبنانية لمفهوم التحالف مع سوريا الآن أقول إن خضوع الحريري استسلام الحريري مثل ما نقوله جماعته مضبوط تمام خضوعه مش عم يستعملوا هيك خضوعه استسلام أنا بوقع إن خضوعه استسلام الحريري لمشيئة المقاومة والقبول بتبني مرشحها للرئاسة بعد سنتين ونصف من العناد ومن المكابرة ما في جبيع اللبنانيين اليوم نظرية أنه حرصا على ملء الفراغ ما قدامك انبيني من سنتين ونص فيك من سنتين ونص كنت ما يصير فراغ أصلا تمشي بالعماد عون وكان يا دار ما دخلك شر من اليوم الأول انتخي بالعماد عون قلنا أنه أنفقت الثروة من أجل الثورة ومن أجل اللبنانيين وحرصا على أمنهم وعم تقبل لأنه بدك تتفادى الشر هو كلهم كانوا من الأول موجودين وكانت ثروتك حافظت عليها وكان كلها التفنيسة ده ما بحاجته وانت اللي أنفقته يا حبيبي أنفقته على التخريب بسوريا ما أنفقته عشيبي لبنان انت حطيت المصريات مع قاب صقر يشتري فيهم السلاح للجماعات المسلحة واتقلنا عم نبعط حليب وحفظات لطلعت الجارديين تنشر لك تقرير مفصل عن صفقات السلاح التي مولت من ثروة الحريري بواسطة عقود وقعها عقاب صقر وانا نفتح ملفات لكن أنت تعلم ونحن نعلم أن الرئاسة اللبنانية ربطت بالصراع في سوريا من يوم قلت يا سعد الحريري لن أعود إلى بيروت إلا عن طريق مطار دمشق بعد سقوط الرئيس بشار الأسد هاي أنت الآن تعود تحت راية العماد عون إلى مطار بيروت مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية نقطة على السطر وسوريا تحسم خيارها في ظل الرئيس بشار الأسد هاي هي المعادلة هاي معادلة لا يغير فيها شيء أن يكون سليمان فرنجيو وميشيل عون مختلفين أن يكون الرئيس بردي والعماد عون مختلفين أن يكون الحزب اللبناني الوطني الفلاني مزعوج من أنه العماد عون ما بيحكي معه من أنه العماد عون ملتزم للحريري بتعيينات هو بيعتبرها خطرة وما بتسوى من أنه حزب الله كان يتأمل يمكن أنه العماد عون يدير معركته بطريقة مختلفة هذه تفاصيل لبنانية لا تغير في الوجهة الإقليمية للنصر الكبير الذي تحق حتى أداء العماد عون الرئاسي في الشأن اللبناني الداخلي لأنه في الشأن الإقليمي ما هو جاي على صهوة النصر شو أنه في خوف بكرة نحن وعم ننتصر أنه الأمر كان اللي ما قدروا لسوريا ولا حزب الله العماد عون خايفين يرجع يربحون الحرب يعني هذا نوع من تخريفات الحقيقة لا العماد عون بوضع وبخلفية وبموقع أنه يعني ناطر لا يعمل رئيس لا يصير مع الأمريكان ما كان صار مع الأمريكان بيعمل رئيس أحسن هاي كلها تخريصات في قلب اللعبة اللبنانية الناس بتصير تزد حرام على بعض وترمي مخاوف وهواجس على بعض المخاوف والهواجس مسموحة في الشأن اللبناني أما في الشأن الإقليمي وفي شأن علاقة العماد عون بسوريا علاقة العماد عون بالمقاومة ما يمثل من انتصار لخيار المقاومة وما تمثل هذا مش للنقاش وما بيسمح وما بيقبل أن تورطوا أنفسكم بالقبول في مثل هذا النقاش إياكم أن تصغوا لمن يتحدث عن هذا عم تضيعوا وقتكم عم تهدروا طاقتكم عم تسمحوا بترويج شائعات مؤذية خبيثة العماد عون حليف لصيق بالمقاومة وسوريا لا نقاش وأنا بدي لكم شي في زمن فورة العصبيات فورة العصبيات كانت المنطقة لأنه كان فيه منطق خلال السنوات الأربعة التي مضت عنوانه استنهاض عصبية مذهبية لا تريد وجودا للأقليات في المنطقة من هي الأقليات في المنطقة؟ كانت اللعبة هيك أنه فور تحت عنوان توحش داعش والنصرة وقول هاي هي صورة السنة هو هني السنة بالمنطقة هو سنة بلاد الشام بدهم يأكلوا العلوي ويأكلوا الدرزي ويأكلوا قلوب ويطبحوا ويشيلوا مين اللي بيهرب؟ المسيحي لأن الشيعي وين بد يروح؟ شو بروع إيران؟ والدرزي وين بد يروح؟ والعلوي وين بد يروح؟ كان الرهان على هجرة مسيحية لذلك لحد يمزح بأن ترشيح العمادعون للرئاسة بصفته الزعيم المسيحي المشرقي الأول ووقوف حزب الله بقوة والرئيس الأسد بقوة وراء الترشيح كان رسالة لمسيحي المشرق اثبتوا في أرضكم نحن معكم إلى هذا الحد إلى حد أن يكون زعيمكم هو عنوان معركتنا فالمسألة أكبر من لعبة لبنان بتفاصيلها السلطوية هذا الشيء ما بيقدر يحققوا حبيبنا وصديقنا وحليفنا النائب فرنجي ما بيقدر يحققوا أي حدا آخر حتى ما نستهلك أسماء الأصدقاء كلهم هذا يحتاج إلى زعامة بحجم وزن العمادعون ولذلك الرسملة على هذه الزعامة في هذه المعركة كانت خيارا على درجة عالية من الموفقية والانتصار فيها الآن هو رسالة للي هاجروا يرجعوا مش بس من سوريا ومن العراق من فلسطين ومن الأردن هذا المشرق مسيحي بحالة ترابط عائلي واجتماعي وثقافي وبالتالي هذه الرسالة تقول إنه مع انتصار حلف المقاومة عادت بلاد المشرق من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى فلسطين إلى الأردن بلادا يستطيع المسيحيون أن يرفعوا رأسهم ويعيشوا بكامل حريتهم وكرامتهم فيها غير آبهين غير خائفين هذه الرسالة وبالتالي هذه الرسالة مش بسيطة لما بترجع هذه المنطقة منطقة الاختلاط ومنطقة الاشتراك ومنطقة التعايش ومنطقة الشعور بالأنا المتعادلة والمتكافئة لدى كل المكونات هذا سقوط ثقافي للمشروع الصهيوني هذا المشروع الذي يريد لأنا أخرى أن تتحرك يريد أن يقول نحن يهود وأنتم شيعة وسنة ودروز ومسيحيين وفي منكم مائل ومحل هون لأنه خايفان ومرعوب خلي فلي روح يعيش بالغرب وبالتالي هذا الاستيقاظ للأنا الطائفية المذهبية كان الرد عليه بهذه الرسالة للقوة التي كان يراد طردها خارج المنطقة وهي الامتداد المسيحي المشرقي تثبيتها في المنطقة هو الرد على مشروع الدولة اليهودية وبالتالي القصة كبيرة واستراتيجية وأبعد مدى من اللعبة اللبنانية المحلية هذا أريد أن يثبت في عقولنا لكن هذا ما بيعني ما أبدا أنه نقول في شك بياء على بياض للعمادعون بالشأن اللبناني الداخلي هذا الرصيد الذي أعطي للعمادعون بقوة الرئاسة اللي ما بتملك المقاومة في سوريا أن تعطي غيرها أنا سنة 2008 سنة 2008 اتصل فيه مدير المخابرات والجيش اللبناني الصديق يعني العميد جورج خوري اللي الآن البعض يتدول اسمه للرئاسة وقال لي أنه العماد سليمان أنه ما عم يسأل عنك أنه أنت ما عم بتطل من بين الأصدقاء وكذا وكان وفد 8 آذار يعني النائب الفرنجي الحج حسين خليل الحج علي حسن خليل والوزير جبران باسيل شايفين العماد سليمان ومتأتلين هن ويا على موضوع التلت الضامن وإلى آخرين قلت له ماشي بس أنا شو بدي أجي أعمل يعني قال له هو حامل كارني وقعدي يسجل كل حدا بيتصل فيه بيعتبره مستوزر على اساس مصدق أنه صار رئيس أنا خي لا مستوزر ولا عندي طلبات أنا يمكن إذا بدي أحكي كلام ما يعجبه فإذا حابب يسمعني متل ما بيعرفني أنا بجي فاتصل وعد شوية قال ناطرك على الغداء طلاط عم نحكي قال كيف أنا ابن تماني آذار أنا كذا أنا اللي معكم بالمقاومة أنا اللي مع سوريا صار بيتفاضل بيني وبين آخرين وأنه أنا من جماعتي مش مدعوم بينما الخصوم متقابليني أنت بطولوا لك جنرال روح علي شوية في رئاسي وحدة في لبنان في جنرالين مستحقين واحد فرصه أفضل هو أنت والآخر حقوقه أكتر هو الجنرال عون بغض النظر عن شو بتقرأ الجنرال عون ما بدي يفوت بنقاش بس بدي أقول لك أنه هذا الجنرال عون بالموقف اللي أخده بالتفاهم اللي عمله مع المقاومة بشباط 2006 وتوجهه في حرب تموز خلأ مناخ خلأ مزاج عام في مسيحي لبنان والمنطقة معاكس لما اشتغل عليه الغرب طوال أربعة قرون أن المسيحيين ليسوا جالية غربية أن المسيحيين جزء من هذه البلاد متجذرون فيها معنيون بقضاياها وخياراتها ورفع شعار أهزموا مع أبناء بلدي أشرف ألف مرة من أن أنتصر مع الأعداء لما عملوا له شوية المغامرة اللي عم تعملها حزب الله سيسحق فقال أن أهزم مع أبناء بلدي أشرف ألف مرة من أن أنتصر مع الأعداء وبقيت هذه المعادلة وانتصرت المقامة وانتصر معها لولا المناخ اللي خلأوا العماد عون ما كنت أنت كمسيحي وطني عربي قادر تتصرف بشعاراتك بحرية في هذه البيئة المسيحية ومثلك كل المسيحيين الوطنيين فبالتالي بس المقامة كحلف عم بحكي مش حزب الله فقط عمول الرئيس بري وحزب الله وسوريا الرئيس الأسد عندهم بيقدروا يسهموا بأن تصل الرئاسة إلى أحدكما اللي بده يوصل به هو بده يعوض على الباقيين فأنت إذا عملت رئيس شو عنده المقاومة هذا الحلف شو عنده يعطي العماد عون أنت بدك تعطي فشو عم تعرض أنك مستعد تعطي شو قال شو اللي بدك تقول الرئاسة شيء والزعامة شيء أنا رئيسه بس والعماد عون هو زعيم المسيحيين يعني هو بيختار النواب هو بيختار الوزراء هو بيختار المدرع العامين فإذا مستعد لهذه المعادلة لم بلش نحكي فيها مع الحلفاء والأصدقاء ومن هون بلش الحكي اللي وصلوا إلى الرئاسة وأنا اليوم أقول طبعا العماد عون زعيم مش أنه والله جايه هو مجرد شخصي هذا أكيد ومعه أكثر من نصف المسيحيين لحال والنصف الثاني مع الباقيين هذا لا يكفي ليوصل العماد عون إلى القول أنه بما أنه معركتكم جميعا أوصلتني إلى الرئاسة لأنه كان حدا خلى سعد الحريري يوصل لقبل بالعماد عون لو لا هذا الثبات والعناد والصمود من سوريا ومن حزب الله ميت حدا دأ باب سوريا لتحكي بالرئاسة بلبنان والجواب السوري هذا الأمر عند السيد حسن وميت حدا دأ باب السيد حسن سمحت السيد لا يحكي بالرئاسة وإنه نادى العماد عون روحه وكو معه ما حدا يعني وصول الحريري ومن وراء الحريري إذا في حدا وراء أو من رأسه إيخ رهمنا وصول الحريري للتسليم هنا بصفته تسليما إقليميا دوليا بالهزيمة أمام القوة المفصلية المحورية للمقامة التي يمثله حزب الله بقبول مرشحها لرئاسة جمهورية ما كان ليتم لو لا ثباته صمود المقامة طيب وانت بتعرف هالشي وانت بتعرف أنه سليمان فرنجيه لما رشح والرئيس بري معه والنايب وليد جمبلاط معه وسعد الحريري هو اللي مرشح مجموع النواب اللي عند الرئيس بري اللي معه في كتلته ومع جمبلاط ومع الحريري ومع فرنجيه وحولهم كافي لا يعمل نصاب التلتين وينتخب رئيج جمهورية بمقاطعتك ومقاطعة حزب الله يعني مقاطعة العونيين مقاطعة حزب الله فما حدا اليوم يقوله القصة الديمقراطية أنه هلأ سرنا نقبل التصويت ومثل ما غلط وقت النائب سليمان فرنجيه الله يوجهه الخير قال أنه يعني أنا معي الأغلبية حزب الله مش 13 نائب هو صوت ذهبي بلى ما بتصير انتخابات ومعه بتصير انتخابات فالعونيين اليوم معنيين يقولوا إذا حزب الله مش نازل على الجلسة مراعاة لخاطر رئيس بري نحن ما بننزل مثل ما قال الرئيس بري إذا حزب الله مش نازل أنا ما بنزل ولو أنني أدعم ترشيح فرنجيه وسأصوت له في الانتخابات ما صار هالحكي قبل 3 شهر قبل 4 شهر وكان ممكن يوصل فرنجيه إلى الرئاسة وفرنجيه قال إذا حزب الله ما نزل أنا ما بنزل وبالتالي بهذا المعنى لا بدنا نبلش نحكي هلأ بعقلانية لبنانية هذا منفصل عن اللي حكينا بالإقليمي لا نضيعنا النصر الكبير بالتفاصيل الصغيرة هذه خطرة هذا الرصيد ليس رصيدا لطرف هذا رصيد الجميع لكن هو بيد حق توقيع اسمه واحد بالآخر واحد ما ينضي عنه مين الآن هو رئيس جمهورية المقبل أي العماد عون العماد عون بحق التوقيع بده يحول النصر إلى رصيد أرباح للجميع مش أرباح لأطراف وخسائر لأطراف من نفس الحلف الواحد كل حلفك بده يكون ربحان تدوير الأرباح على الحلفاء هي مهمتك الآن أن تشعر الرئيس بري بأنه رابح من وصولك للرئاسة وأن تشعر النائب فرنجي بأنه رابح من وصولك إلى الرئاسة وطبعا أن يشعر حزب الله لما بده مكاسب في السلطة بده حماية وحدة جبهة حلفائه مطلوب منك أنت بدك ترد جميل لحزب الله بشو بأن تعيد ترميم جبهة حلفائه التي تشضت حول الموقف من ترشيحك ولا لا شو اللي فتت العلاقة بين حزب الله أو ضرب فيها اسفين بين حزب الله والنائب فرنجي ترشيحك وتمسكه بترشيحك شو اللي عم يعمل مشكلة اليوم بين الرئيس بري وبين حزب الله الشراكة الاستراتيجية لحامي المقاومة وبيئة الاجتماعية ترشيحك أنت المعني جنرال أنا كأخ حريص أقول هذا الكلام لك ولقادة تيارك ولرموزك بأنه ما تصرفوا بالموضوع بأنه لعبة بيحبوا أهلا وسهلا ونحن هذا وكذا واللعبة الديمقراطية تحتمل ما اللعبة الديمقراطية تحتمل ما كنتوا سلطوا يا شباب لا هاي مش لعبة ديمقراطية هاي خيارات استراتيجية حزب الله خاطر بتماسك جبهة حلفائه ليثبت على موقفه معكم الآن تردون له تماسك جبهة حلفائه تقولوا العلاقة بينك ومن الفرنجي انت متعب نحن هنرممه تاخد مننا فرنجي راضي العلاقة مع الرئيس بري انت متعب نحن هنرممه تاخد شو بده الرئيس بري بده ضماناته ثقة بقانون الانتخاب شو لبيت بيه وعن يعمل قانون الانتخاب قانون الانتخاب اللي متفقين عليه انتويا سوا ونحن وياكم بتقولوا لن نقبل بقانون الانتخاب مش الحريري مش فينا لو اجا الملك سلمانو مش فينا اللي متفقين عليه متفقين عليه بتقولوا ووزارة الداخلية مش لسة تريدة بالتمثيل المسيحي بعد وفرنجية الحليف الأقرب وانا تفاهم نحن وفرنجية كيف؟ هذا شغلكم بالصداقات المشتركة بتكسير الجليد ما بتزبط بعد جمعة من أجل الانتخابات العماد عون الذي يملك الآن القدرة على أن يأتي رئيسا وفي جلسة محددة والنصاب يكتمل بمجرد نزوله كمرشح وضعه بيختلف عن وضع فرنجية لأنه عنده كتلة كبيرة فالحريري عم ينزل عطول الرئيس بري عم ينزل عطول بكف ينزل هو اللي يكتمل النصاب يقول أنا ما بنزل إذا التفاهم مش كامل مع الرئيس بري ومع النائب فرنجية هاي الرسالة اللي بتنعطى لحزب الله بأنها رسالة مقابلة الوفاء بالوفاء أنا معمول العماد عون مش وفي أبدا أنا أعرف حجم وفاء لكن أنا أضيء على كيف يمكن أن يترجم هذا في حمأة الانفعال والانشغال بالتفاصيل الصغيرة لا يجوز أن يضيع النصر الكبير بتفاصيل صغيرة على الإطلاق لا يجوز أن نسمح الحريري المهزوم اللي مفلس ماليا هو عم يحكي مفلس سياسيا نص كتلته تشقفت من وراه شارعه مش معه بيطلع أنه زدت بيناتنا حجر وهات ميت واحد يطاله وعلقت الناس كيف بيجوز هذا الأمر لا جبهتنا يجب أن تسترد تماسكها وأن تبدو جبهة واحدة وأن يعاد تدوير عن صبة الأرباح داخل هذه الجبهة مجتمعة ما بصير نبين مثل عم يتقاتلوا على تقاسم المغانم وكل واحد مستعجل أنه لا يحصل هو بهم بيرضي الخصم على أمل أن يكون هو صاحب الحصة الأوفر حذر لا ننتصر بقوة الثبات والصمود ما حدا يتوهم أنه كرم أخلاء من الحريري يجل عند العماد عون وصحوة ضمير وفاء وفهم واستوعب وبدو البلد مصلحة البلد هذه إقراطة ما ترد كله برأس فحدها في معركة فيها منتصر ومهزوم بحصيلة هذا النصر وهذه الهزيمة في ناس يجد استسلمت ما بصير المستسلم يطلع منتصر ونحن نطلع مهزومين بالآخر كيف بيكون حلف المقاومة وسوريا عم ينتصر وبيطلع سليمان فرنجي مهزوم بلبنان تركب مثل ما أنه كيف كان ممكن يطلع العماد عون مهزوم كمان ما بتركب ولذلك كنا نقول له لإسلامان فرنجي ما بتركب واليوم نقول له للعماد عون ما بصير تركب ما بصير يطلع الرئيس بري مبين مهزوم أنت والرئيس بري وسلمان فرنجي بل كنت تطلعوا مسكين إيضاين بعض لا تقولوا لحزب الله حلفك متماسك حول الخيارات وأنت لا تريد شيئا إلا أن نكون متماسكين ها نحن متماسكون هذا التحدي اليوم وهذا التحدي بسيط على فكرة لا تخافوا سعد الحريري يبطل ما فيه بطل مثل ما الأمريكان ما قدرين يبطلوا لا يملكون بدائل لا يملكون خيارات حتى إذا فيه اتفاقات بالغلط ملتزم جبران مع نادر إلى آخرية صح ما بدي يفوت به التفاصيل بس هاي كلها مالا قيمة كلها بخزوها بلج من الصفر من الصفر من الصفر في تفاهم على آلية الغد اللبناني الغد اللبناني ما فيه هذا خطاب سعد الحريري اللي حكام برح بقبول ترشيح العماد عون عن حزب الله هذا ما بينقبل ببيان وزاري هذا ما بينقبل يكون خطاب ما بعد وصول العماد عون لرئاسة جمهورية تعالوا لن تفاهم حبيبي هذا السلاح قوة للبنان هذه المقاومة قوة للبنان نقطع السطر خلصنا خلصنا من هاي العلاقة اللبنانية السورية هي ركيزة استراتيجية لمستقبل ثبات لبنان في مواجهة قطر الإسرائيلي وتمدد التكفير حاجة نظرية النائب النفس بعد في نائب النفس بين جبهة النصرة وبين الدولة السورية خلصت الكذبة ما سمعتونا خبريات جبهة النصرة هي الشعب السوري وجبهة النصرة هي منظمة تحرير مثل منظمة تحرير الفلسطينية وعطونا نصرة لند مثل ما اعطيته فتح لند وهو الثوار وهو المدرشو خلصت اللعبة بالتالي ما حدا في يقول انه لبنان بهالمسائل انه يعني فيه رأيين مختلفين لا ما فيه رأيين ولا فيه بلوت فيه معسكر كان يقف وراء حرب الإرهاب بالمشبرح وفيه معسكر كان يقف وراء الدولة السورية هل أدو نص ما فيه شي تاني وبالتالي معسكر الدولة ومناصريها ينتصر ومعسكر الإرهاب ينهزم وليد جملات انهزم لاش الزعبرة اللي حمل الصور يوم حمص سعد الحريني انهزم فؤاد السنيوران هزم لا تعطوهم فرصة الاحتفال كمنتصرين نبيه بري ربح فرنجي ربح عون ربح نصر الله ربح مع الاحترام للألقاب يجب أن يظهر حلف المنتصرين كمنتصر هون بقى التفوق على الذات وهذا هو التحدي في السياسة وكما نقول دائما ليست السياسة هي القدرة على إنجاز التحالفات التكتيكية بين حلفاء استراتيجيين انه والله أمل وحزب الله وعون حلفة استراتيجيين شو هالمرجلة والشطارة انه عرفنا نخوض انتخابات نقابة المحامين سوا عادية او انه نحن والقوات خصوم استراتيجيين شو هالمرجلة خضنا ضد بعضنا الانتخابات بالنقابة كمان شو هالمرجلة المرجلة لما بتقول أنا والقوات خصوم استراتيجيين وبننا نتعاون بانتخابات نقابة المحامين كيف ما بخسر حلفاء استراتيجيين كيف ما بخلي العونيين يتحسسوا كيف ما بخلي حزب الله يتحسس هون بقى المرجل أن تدير حلف تكتيكي مع خصم استراتيجي أو أن تدير خلاف تكتيكي مع حليف استراتيجي أنه أنا وعون مختلفين هلأ تكتيكيا بس لازم يتضل الرسالة الكبرى أننا حلفاء استراتيجيين كيف؟ هذا هو التحدي وهذا حتى الآن حتى ما حدا يعني يفكرنا عن من ساير ما تزعلوا مننا حتى الآن صاطين بالامتحان حتى الآن حلفاءنا الطريقة التي يديرون بها خلافاتهم والطريقة التي يديرون بها تفاهماتهم مع الخصوم تقول أنه راسبين بالامتحان لما منشوف على صفحات التواصل واللغة التي يتحدث بها أنصار العماد عون عن الرئيس بري منفكره شارون ولما منشوف اللغة اللي يحكو فيها أنصار الرئيس بري وأنصار النائب فرنجي عن العماد عون منفكره أولمرت ما بصير هك أو أبو بكر البغدادي هذا ما بيجوز وبالتالي وبالعكس لما سعد الحريري بعده من جمعتين هو سبب البلاء في لبنان واليوم بصير هو الحليف والصديق مثل ما صار عند جمهور النائب فرنجي قبل كم شهر وصار حزب الله اللي تخلى صار هو رمز الوفا هلأ باع سعد الحريري وحزب الله ما بطل الوفا وما بصير العونيين يصير سمير جعجع رمز الوفا وأنه تساؤل وترقب إذا حزب الله حيعطينا ويبيع بري لأنه إذا ما ما بيع بري ما بيكون مخلص معنا بدا تنضج الناس بقى كفى ولدنات ومراهقات سياسي مش هيك سياسي ثوابت لا تهزها العتيات ولا الرياح حط قدامك بوصلة في هذه البوصلة من يقف معك على أرضية واحدة مش الرئاسة الرئاسة وسيلة لتحقيق هدف الهدف أنك جزء من معركة هذا المشرق هذا المشرق اللي فيه الجماعات التكفيرية التي قال سمير جعجع هوح لفاءنا لا تخافوا منهم يوم وقعت الأشرة فيها بيصير هو الأقرب إليك من حزب الله أو الأقرب إليك من إسلمان الفرنجي أو الأقرب إليك من نبيه بري شو المزح هذا والعكس صحيح العكس صحيح هذه المنطقة بلا الوجود المسيحي النوعي هي منطقة مفتوحة للتكفيريين والإسرائيل والعماد عون هو رمز من رموز تثبيت هذا الوجود المسيحي النوعي فما حدا يتوب وما حدا يضيع البوصل من هون أنا أدعو وما عم بيحكي هذا الكلام بس لا أوعظ أنا لا مع مشغلتي أوعظ أنا عم ضوي لأقول إن المؤمنين بالخيارات الاستراتيجية التي تجمع الرئيس بري وحزب الله والعماد عون والنائب فرنجي بكتفي بها الرباعي لمؤمنين بهذا وهم في ذواتهم ومشاعرهم وعواطفهم قلقون ومنزعجون من الذي يجري أنا لهول عم أقول الآن إياكم أن تنحازوا لأحد من أطراف هذه المعادلة ممنوع عليكم أن تقولوا يا خي طيب نحن بنحب الكل وكنا بنتمنى يكونوا متفين بس نحن مع العماد عون نحن كذا 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 بس نحن مع الرئيس بري نحن نحن بأ بس لا مهمتكم الآن أن تدخلوا على خط رسم المشتركات التذكير بالأساسيات إذا أنا من هؤلاء وإلي كلمي بيسمعها الرئيس بري بروح لعند الرئيس بري مش لأقول له معك يا خي ما بينطاء العماد عون وهذا وأقول لبرة يا خي أنا حد الرئيس بري لا بروح حد الرئيس بري بقول له الثابت الأساسي هو الذي يجمعك بالعماد عون مش اللي رح يجمعك بأنك تكون عم تصوت أنت وفؤاد السانيورة مثل بعض أبدا هذا نهار ما حيكون سعيد عندي أني شوفك أنت وفؤاد السانيورة عم تصوته سوا وحزب الله وعون عم بيصوته سوا والحريري عم بيصوت معون أبدا ماينه شي كويس وإنت يا فلان الصديق مثل وضعي حد العماد عون روح له للعماد عون شيء مشابه قل له أنا ما رح يكون فرحان أبدا أني شوف جمهور التيار الوطني الحر عم بحي جعجع والحريري ويسب بري وفرنجيل ما رح يكون فرحان فلنمارس ضغوطا تساعد المساعي التي يقوم بها حزب الله الآن لرأب الصدوع من أجل أن لا يتحول النصر الإقليمي الدولي الكبير العظيم الذي تنجزه المقامة ومحورها إلى عرس هنا لكنه مأتم هناك مبصير إعادة تدوير أنصبة الأرباح بصورة ترمم حلف المقاومة هي المهمة التي يكتمل بها تحقيق النصر هذا مثل ما كنا عم نحكي إذا بتتذكروا بعد انتصار حرب تموز بعد انتصار حرب تموز إذا ما تترجم هذا النصر بإنجاز سياسي لبناني داخلي تتبلور فيه حكومة وعهد يحملان عنوان حماية المقامة ما نرجع نتعرض لها حرب تاني وكل اللي صار بلبنان بعد الدوحة واتفاق الدوحة وعهد ميشيل سليمان هو محاولة للانقلاب على انتصار تموز وإفراغ انتصار تموز من مضمونه ومحتواه وهذا اللي ممكن تتعرض لمثله سوريا بكرة وليممكن تتعرض لمثله اليمن وليممكن تتعرض لمثله العراق بمعنى محاولة تجويف الانتصارات التاريخية الكبرى من خلال منع صرفها في السياسة أو صرفها جزئيا وتحويلها إلى مشروع انقسامات وتفتت في الجزء الآخر هذا أمر بكرة الدولة السورية رح تكون هذا المثال بكرة الدولة السورية بتكون منتصرها بيوصل الأمريكي استسلاما منه يرتضي بالصيغة التي عرضت من قبل الرئيس بشار الأسد اللي اسم الرئاسة دستورية لا تمس بيشرفوا على حكومة بيقوم بتطلع بالحكومة انه في أربع خمس وزارات من يجوا عليها كم واحد من وظاويز المعارضة ببلشهون الشباب ما بيصير هؤلاء المتورطون بدمائنا عملاء الأتراك والسعودية لو حبيبي وين كنتوا؟ أنتوا اللي حميتوا وحررتوا قاتلتوا وضحيتوا وبدم الشهداء أين دماء الشهداء؟ هلأ نحن عم نعيش لحظة مشابهة مثلا مثلا أنه لحظة التسوية التي يأتي فيها خصمك مستسلما لمشيئتك ونصرك معلن بيطلع حدا من حواليك ليفركش لك طريق النصر طاعتك تحت عنوان أنه هو بقى بده الانتصار الكامل هذا سنتعرض له في كل امتحاناتنا وبكرة باليمن نفس الشي كيف بدنا نروح نعمل ما أنتوا عم تقولوا فك الحصار والعدوان السعودي يجب أن يتوقف بس يجوا يعملوا اتفاق يتضمن وقف العدوان وفك الحصار ويفوتوا بحكومة موحدة بتطلعوا لي بأنه منصور هادي عميل بل نقبل نقعد معه بحكومة بتزايدوا على الحوثيين فيها وبصيروا الحوثيين عم يبيعوا ويشتروا لا هذا أمر مشابه للذي نحن فيه في لبنان صيانة الانتصارات الكبرى هو بالتفاصيل الصغيرة إياكم أن تخطئوا بالتفاصيل الصغيرة إياكم أن تسمحوا بأن تكون الإنجازات الآتية في السياسة كثمرة للثبات في الميدان والانتصارات في الميدان أن تجعلوا هذه الانتصارات في السياسة عرضة للمزايدة وأن تخلع للمزايدة وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ستون دقيقة مع ناصر قنديل برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع مواقف قادة وناشطين تسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها ستون دقيقة مع ناصر قنديل ستون دقيقة مع ناصر قنديل ترجمة نانسي قنديل